باهانا رجعت للسويسي وقالت له ما قدرش استغنى عنك يا حبيبي وحتى لو المصريين اتكلموا علي وجابوا بسرتي هستحمل عشان خطرك مصطفى السويسي كان قالب الدنيا الفترة اللي فاتت وكل الناس كانت زعلان عشانه وده لما طلع في فيديو قال ان امراته الايطالية سبت له البيت ومشيت وكل ده عشان المصريين كانوا بيتكلموا في حقها وفي حق بنتها وقتها السويسي طلع وهاجم الناس لكن خلاص المية رجعت لمجاريها ورجعوا البعض من تاني يا طر السويسي عمل ايه عشان يرجعها؟ تعالوا نعرف الحكاية اتفاجئنا كلنا في فيديو جديد نشره مصطفى السويسي وكانت مع امراته الايطالية وكان بيقول انه خلاصت صلحه وماريانا كمان اتكلمت في الفيديو وجهت كلامها للمصريين وقالت انا زعلت بسبب كلامكو علي وعلى بناتي وعشان كده سبت السويسي ومشيت وكمان قالت لو حد اتكلم علي تاني انا هرفع عليكو قضية ومش هسيب حقي والحقيقة ان رجوع السويسي لمراته الايطالية فرح ناس كتير من اللي بيتابعوه وده لانه شاب مكافح وقدري يخلي كل الناس تحبه بسبب فيديوهاته الكوميدية اللي بينصح فيها الشباب ومع ان كان فيه ناس بتهجمه وبتجيب في سيرة مراته لكن برضو ناس تانية دفعت عنه وعن مراته السويسي قدري يبقى من اشهر الناس على السوشيال ميديا وده بتفت قهوة ويش حبشتينه وبكلمة ما بتتحسبش كده يا صاحبي وحب ما تعمل عشان محدش لاقي شغل الجمل اللي كلنا سمعناها وحبناها وعلاقت كمان في دماغنا مصطفى السويسي هو شاب بسيط من محافظة الغربية سافر في البحر وهو 15 سنة وغامر بحياته عشان يحقق حلمه هرب من المدرسة عشان يسد ديون والده فأبوه صفره عشان يقدر يساعده ركب البحر وعرض حياته للخطر وكان هيموت اتمرمت وينم في الشارع وما كانش يلاقي ياكل اشتغل عند مصر في إيطاليا فبهدله وما كانش بيديله حقه فاضطر يشتغل مقابل نمته وأكله عشان ما يموتش من الجوع اشتغل عامل باليومية عشان يقدر يعيش وربنا قرمه واشترى محل خضار ومنه تعرف على حب حياته بيعمل فيديوهات عشان يسلي نفسه ومش مستني منها أي فلوس حاب مرة في مصر بس لعبه بيه وبعد مسافر قرر يتجوز ماريانا الإيطالية اتجوز عشان بيحبها مش عشان أوراق الإقامة والدليل على كده انه خلف منها بنته ياسمين وقال كمان انه مش عاوز يكسب من التيك توك والفلوس اللي من غير تعب اللي من غير تعب دي بالنسباله مفيهاش برقة واكتقب ونفسيته بقت في الأرض من كلام الناس اللي جابه فسرته وفسرت أهل بيته ومش سيبينه في حاله وساعتها طلع وقال كله إلا مراتي وبنتي وأي كلمة في حقهم مش هزمح فيها مصطفى السويسي منزلش مصري من 14 سنة بس هو بينصح المصريين ما يجوش إيطاليا من غير ورق لأن المصريين في أوروبا مستغلين ومش هيدوهم حقهم السويسي مثال للمصري المكافح وعمل نفسه بدراعه بس المشكلة إنه نفسه ينزل يزور أبو وأمه ومش عارف ينزل طبعا عشان ورق الجيش خبر رجوع السويسي لمراته الإيطالية فرح ناس كتير والكل كان بيدعله بالتوفيق والاستقرار في إيطاليا أنتوا كمان يلا قلونا رأيكم في رجوع السويسي لمراته